ماذا تريد الدوحة من تكرار تهديد أمن الملاحة الجوية وماذا من وراء استفزاز مقاتلاتها للطيران المدني الإماراتي وما هي المسارات التي يمكن من خلالها التصدي لمثل هذه الاستفزازات وإجماع من صحف الإمارات بأن استفزازات الدوحة لن تمر بإسناد من قوات التحالف العربي الجيش الوطني يحرز تقدما ميدانيا كبيرا في جبهات محافظة صعدة ويقترب من إعلان تحريرها بالكامل والمقاومة اليمنية بقيادة العميد ركن طارق صالح تربك الحوثيين وتدفعهم للحشد غربا ماذا بعد صعدة وكيف سيكون تحريرها منطلقا لتحرير باقي محافظة اليمن ودحر الميليشيات الحوثية الإيرانية مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج بالإماراتي ضيفي الدكتور سالم حميد رئيس مركز المزمة للدراسات والبحوث مساك الله بالخير ومرحبا بك ويانا نعم مرحبا بك ويانا قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن مقاتلات جوية قطرية اقتربت وبشكل خطير من طائرة إماراتية مدنية علامتها 86 راكبا أثناء عبورها الأجواء التي تديرها مملكة البحرين في رحلة مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا وذلك في تكرار واضح لتهديد سلامة الطيران المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية تتابع التقرير قالت صحف إماراتية في معرض ردها على تكرار اعتراض المقاتلات القطرية لطائرات المدنية الإماراتية ضمن مجال مملكة البحرين والتي سجلت آخرها في الثاني والعشرين من أبريل الجاري أي قبل يومين أن الاستفزازات الجوية القطرية للطائرات المدنية الإماراتية لن تمر وتحت عنوان نظام قطري يلعب بالنار قالت صحيفة الاتحاد يحاول النظام القطري جاهدا وعبثا الخروج من مأزقه وعزلته بأي سبيل ولو بارتكاب الحماقات والسلوكيات الصبيانية غير المسؤولة وكلها محاولات مجانية لن تجدي هذا النظام الإرهابي نفعا ولن تحل أزمته ولن تخرجه من الهاوية التي وضع نفسه وشعبه فيها والاستفزازات القطرية الفجة ضد الإمارات ومنها اعتراض سلاح الجو القطري طائرات مدنية إماراتية هو ما حدث مرارا وتكرر بالأمس وعن موقف الإمارات قالت الاتحاد موقف الإمارات ضد هذا النظام لا مسؤول سيبقى ثابتا وقويا فلا تنازل عن المطالب ولا مساومة على أن هذا النظام لا بد أن يتخلى صراحة وعلنا عن الإرهاب ودعمه وتمويله وإيواء عناصره وأما الاستفزازات الجوية القطرية لطائرات المدنية الإماراتية فإنها لن تمر وسوف تتصرف الإمارات كما اعتادت دائما كدولة مسؤولة صحيفة الوطن وتحت عنوان لا تلعبي بالنار يا قطر قالت لو أن الشجاعة كانت باستهداف المدنيين وتهديد حياتهم وتعريضها للخطر أو المواقف المعيبة كالطعن بالظهر والغدر تعتبر بطولات لنافس نظام الحمدين برعونته على الصدارة لكن أين لمن تجرد من كل وازع وضمير أن يعقل وأن يرتدع ويترك مجالا للمحاكاة العقلية وخالصت الوطن إلى أنه على قطر أن تعي جيدا أن صبر الحليم عندما ينفذ أكبر من قدرتها على استيعابه وأن الحكمة التي يتم التعاطي بها من قبل الإمارات ودول التعاون تضع في اعتبارها مصلحة الشعوب فوق كل أمر آخر إلا أن نظام الحمدين لا يزال يتعاطى بمراهقة سياسية مع الأزمة وأوهام زرعها رعاة الإرهاب الذين يرتمي في أحضانهم ويتشارك معهم في نفس الأجندات مرحبا بكم من جديد وضيفنا في الستوديو الدكتور سالم حميد دكتور بماذا تصف تكرار هذه الحوادث واعتراض المقاتلات القطرية للطائرات المدنية الإماراتية خصوصا أنه الحادثة الخامسة التي تعرض حياة المدنيين في الطائرات المدنية الإماراتية لدينا في السياسة عندما تعاني أنت من أمر مثل ما شاهدنا في التقرير من عزلة مثلا أو قضيتك التي تريد أن تطرحها سادها نوع من الخمول والكسل تلجأ لأسلوب شركات البي أر وهذا يذكرنا بحادثة مقتل ابن القذافي وحفيته في تقريبا قبل سبع سنوات كانت هناك ضجة نوع من الرأي العام المعارض لحادث مقتل ابن القذافي فقامت السلطات الأمريكية باحتواء ذلك الحدث بخبر مقتل أسامة بن لادن في من نوع يعني بشد الانتباه بأن كيف تلفت الناس لأمر آخر غير هذا الأمر الذي حصل وأثار نوع من البلبلة بأنك تخمت غضب الآخرين هذا يذكرنا حدثة قطر يعني وللمرة الخامسة على الدوالي أيضا لأن قطر خرجت من القمة العربية الأخيرة وهي في عزلة تامنا ونحن شاهدنا كيف كانت معزولة حتى من دوب قطر يعني شاهدنا في الصور كيف كان لا أحد يعبره قطر تشعب لأننا نحن كالدول مقاطعة لقطر يعني ننظم إلى الجبير وزير الخارجية السعودية عندما قال هذه مشكلة صغيرة 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 فنحن أيضا تركنا قطر ويعني لدينا ما هو أهم من قطر يمكن نقول أن هذا نوع من أنواع الهروب إلى الأمام بالنسبة لدولة قطر بنواصل حديثنا ولكن ننتقل إلى البحرين حيث دانت وزارة الخارجية لتلبحرين اقتراب مقاتلات جوية قطرية لطائرة إماراتية مدنية من نوع إيرباس 320 قادمة من مطار الدمام إلى أبوظبي وعلامتها عشرات الركاب وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة والتي تتحمل مسؤوليتها دولة قطر تمثل ترويعا للركاب وتعرض حياتهم للخطر الشديد وتهديدا لسلامة الطيران المدني للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من البحرين الكاتب الصحفي إبراهيم النهام يامر حبابك ومساك الله بالخير مساك الله بالنور طالع عمرك أدانة الخارجية البحرينية اقتراب مقاتلات قطرية من الطائرات الإماراتية فما هي قراءتكم لهذا البيان طيب العمر طبعا دولة مملكة البحرين وبقية دول الخليج باستثناء قطر يعني منذ تأسيس مجلس العام الخليجي وهي دول مسالمة تحترم علاقات حسن الجوار وتحترم يعني دول الصريقة والشقيقة ولا تدخل في الشؤون الداخلية للدول فنحن رأينا الطفرات الاقتصادية الكثيرة التي مرت على دول الخليج لم نرى دولة خليجية يعني تستثمر الأموال أو تستثمر العلاقاتها الدولية في محاولة الإضرار بجيرانها أو بتصدير الإرهاب عبر السواحل والحدود إلى الدول الأخرى للأسف الشديد أن اليوم الشقيق قطر يعني هناك بعض أقطاب الحكم في الحكم القطرية ولن نقول كل الحكم القطرية هناك أقطاب راديكالية يعني مسيطرة سيطرة كاملة على مقاليد وذفة الحكم هناك متمثلة بقادة تنظيم حمدين اللي هو حمد بن خليفة وحمد بن جاسم والعطية ومن هم في فلكهم هؤلاء أخي العزيز هم الذين يعني يفتعلون الأزمات وهما الذين يحاولون أن يعني يمنحوا ويضفوا لقطر مساحة فوق حجمها الحقيقي سواء على مستوى الجغرافية أو على مستوى التاريخ اليوم المناورات أو عفوا الاعتداء المسلح من خلال اعتراض المقاتلات القطرية للطائرات المدنية الإماراتية الأجوال البحرينية تؤكد على أن دولة هذه الصغيرة دولة الغاز دولة هي يعني يقودها مجموعة من المراهقين السياسيين هؤلاء المراهقين هم الذين نزجوا بها لكي تدخل بنفق مظلم ليس فقط أخي العزيز من العزلة السياسية والاقتصادية وإنما من الكراهية اليوم الأسف الشديد كل التمويلات القطرية عليها علامة استفهان اليوم المواطنين القطريين تحركاتهم في الدول سواء عليهم علامة استفهان المحطة المواطنة البسيطة اليوم لا يروح أي مكان عليهم علامة استفهان لماذا؟ لأن دولة قطر تنظيم حمدين مارسة سياسة يعني شوف أنا أعتقد أن دولة قطر اليوم هي الهراوة التي تستقبلها وإستعمارة المنطقة وأعني الوطاق المتحدة الأمريكية أستاذ إبراهيم يعني خلني أبني على حديثك ونقول تكرار حوادث تهديد أمن وسلامة المدنيين من قبل قطر خصوصا داخل الأجواء البحرينية إذا كان يحمل دلالة فما هي هذه الدلالة؟ دلالة أخي فاضلي قطر ما تتحرك بروحها مستحيل هناك دول تقف خلق قطر هناك دول تحاول أن تقود المنطقة إلى حرب جديدة تحاول أن تفتت المملكة العربية السعودية تحاول أن تضرب الإمارات تحاول أن تضرب البحرين يعني أخي العزيزة دول الاستكبار العالمي كل يوم يخرجوننا مشاريع تفكيت وتهديم جديدة المشروع الجديد الذي يقاط في المستعمار الجديد الذي يطبق اليوم في المنطقة تقوده قطر أخير فاضل قطر سياستها نسخة طبق الأصل من السياسة الأمريكية يعني اليوم أنت لو تروح أمريكا تتجول في أمريكا تشوف أمريكا بلد عظيم من الداخل حقوق الإنسان رفاهية اقتصادية طبيعة مطاعم جميلة ولكن انظر شعب أمريكي شعب شعب راقي وشعب محترم وشعب يحترم الأغليات ولكن انظر للسياسة الخارجية الأمريكية كيف هي مشوهة نفس الشيء في قطر اليوم قطر حكومة قطر بنت دولة قوية من الداخل اقتصاديا أقدقت على شعبها بالعطايا يعني أمور كثيرة هذا لا يستطيع أحد أن يكابر عليه من المواضي القطري اليوم هو الأعلى دخل في العالم وما إلى ذلك ولكن انظر للسياسة الخارجية القطرية نسخة طبق الأصل من السياسة الأمريكية أنك تبني في الداخل وتمارس سياسة خارجية تناقض سياسة الداخلية اليوم يعني إدارة الدفة الحكيمة في بيت الحكم في الرياض التي يقودها خانم الحرامي الشريفين الملك سلمان العزيز هي سياسة مطلوبة في الفترة الحالية نحن نخيل فاضل اليوم وصلنا إلى محلة لا دبلوماسية اليوم لا تستطيع أن تتعامل مع أعدائك الدبلوماسية الدبلوماسية انتهت خلاص سواء مع الحوثيين أو مع إيران أو سواء مع قطر أو مع غيرها اليوم بخير الفضل لازم تواجه وتستخدم كل أدوات الضغط القانونية والدبلوماسية والسياسية وأيا كانت في السبيل أنك تحافظ على أمنك السيادي وأمنك القومي ليس بس السعودية أستاذ إبراهيم النهام الكاتب الصحفي من البحرين نشكرك كل الشكر على مداخلتك كنت معنا من البحرين أستاذ إبراهيم النهام تحدث عن نظام الحمدين فلماذا برأيك يصر هذا النظام على انتهاج هذا النوع من أنواع الرعون السياسية يعني حمد بن خليفة ما احترم حتى أبوه أو كبر سن أبوه وقام بعزل والده وارتكب هذه الرعونة للأسف في قطر هذا إرث هم إرث جماعة الإخوان الإرهابية لا يزال متغلغل في قطر فأنا لا ألومهم على هذا يعني الإخوانيين عندما دخلوا إلى قطر منذ خمسينيات القرن الماضي دخلوها القيادة القطرية لم تكن بحسن نية عندما استقبلت هؤلاء الإخوانيين ولكنهم نموا ونموا واستمر نموهم إلى أن بسطوا نفوذهم على كامل سلطة البلد وعندما تم حل التنظيم الإخواني في قطر لم يحلوا التنظيم لأنهم لا يحتاجون إلى تنظيم إخواني لأن قطر أصبحت تدار من قبل الإخوان نفسهم فمن الطبيعي أن نجد هذه الرعونة خليني أبني على هذه النقطة قطر تدار من قبل جماعة الإرهابية التي هي جماعة الإخوان سمين أيضا التصرفات هذه التي تهدد أمن المدنيين يعني خمس حوادث ثم اعتراض فيها طائرات مدنية هل ممكن أن نصنف النظام القطري في دائرة الإرهاب؟ طبعا طبعا هذه الحوادث نعم نستطيع أن نصنف ونضع قطر ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب يعني أنا أعجبتني نقطة للاستاذ إبراهيم عندما تحدث أن قطر نفس النظام الأمريكي تبني من الداخل وتهدم من الخارج وأريد أن أعمل مقارنة دولة الإمارات تبني من الداخل وتبني أيضا من الخارج يعني دعنا نضرب أمثلة كثيرة بالأمس أسمع خبر أن الإمارات تمول ترميم مسجد أثري في العراق بخمسين مليون دولار وغيره من عمليات البناء وغيره وننظر الآن أيضا إلى الدول المناطق المحررة من اليمن عمليات بناء ومسجد يعني بالتأكيد اليد الإماراتية دائما تبني خلينا نطلع فاصل قصير أستاذ سالم ونرجع لمواصلات حديثنا عزائنا المشاهدين خلوكم ويانا مرحبا بكم من جديد أنتم تتابعون برنامج بالإماراتي وأعود وأرحب بضيفي في هذه الفقرة أيضا الدكتور سالم حميد رئيس مركز المزماء للدراسات والبحوث وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من المملكة العربية السعودية الدكتور نجيب غلاب باحث وكاتب سياسي ورئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي والمقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن من السيطرة على مواقع استراتيجية في جبهة قانية التابعة لمديرية ردمان كما واصلت تقدمها في جبهات الساحل الغربي وتعز إلى جانب استمرار عمليات العسكرية في صنعاء ومأرب وفي صعدة التي بات أمر تحريرها بشكل كامل قريب بحسب مصادر ميدانية بمساندة كبيرة من مقاتلات التحالف العربي كبدت خلالها ميليشيات الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح آخرها كان مقتل صالح الصماد في غارة لقوات التحالف العربي في الحديدة دعوني أبدأ مع الدكتور سانم دكتور كيف تقرأ كل هذه الانتصارات المتتالية للشرعية مدعومة بقوات التحالف العربي طبعا التحالف العربي هو له الدور الأكبر في تحقيق كل هذه الانتصارات الأخيرة وآخرها صالح الصمات هذا وللمفارقة يعني الغريب أن بضعة أيام كنت أنا سمعه وهو يلعل على الجقنات الجزيرة سوف نطلق الصواريخ على الرياض وعلى الإمارات وسوف وسوف بعد يومين نسمع خبر مقتله في غارة نوعية من قوات التحالف ومقتله وهو يعد الرجل الثاني في القيادة الحوثية لكنه كان يمكن صورة ربما يعني يعني يخفي من خلالها يعني العبد الملك الحوثي يعني مثل ما تقول السلسلة الإمامية اللي يحاولون إعادة إحياءها صحيح صحيح يعني للأسف يعني هم الحوثيين يعني هم مكون اجتماعي أساسي في المجتمع اليمنى نفسه ونحن لا نستطيع أن نستبعدهم واليمن عمرها لم تكن دولة ذات بعد طائفي وهم الطائفة الزيدية وغيرهم والشافعية والهواشم يعيشون في اليمن بكل انسجام ولكن هذا التغول الإيراني هذا الخطبوط الإيراني الذي ضحك على هذه الثلة الهمجية المسمون بالحوثيين وقالوا لهم أنتم شيعا وهم لا علاقة لهم بشيعا إطلاقا ولكن العودة إلى الانتصارات يعني الحمد لله هناك الكثير من المؤشرات التي تبين لنا أنهم في مرحلة انهيار الآن وقلنا نركز في هذه النقطة يعني التقدم في الساحل الغربي يمكن تقدم مهم جدا وعمليات نوعية تحدث في الساحل الغربي صح إلى أي مدى يمثل هذا اختراق لصفو الحوثيين هذا اختراق كبير وأود هنا أن أشيد بالدور الذي لعبته قيادة القوات المسلحة لدولة الإمارات فهم من يديرون المعارك وهم من يوجهونها وهم يعني كلها كفاءات إماراتية هي تقود الجيش الشعبي اليمني بالإضافة إلى المقاتلات الإباراتية التي توفظ غطاء واستطاعوا يعني مؤخرا قبل بضعة أيام من تحرير ميناء ميدي وهو كان بيد الحوثيين خصوصا مع ظهور طارق عبدالله صالح يعني اللي ظهر يعني في الصورة نعم ثم مع طارق نعم اللي ظهر في الصورة وكذلك يعني أود أن أشير أن الحوثيين خسروا ميناء ميدي وهذه ضربة أيضا ضدهم وهم الآن يعتمدون اعتماد كله على ميناء الحديدة وهذا الميناء يمثل الشريان للحوثيين وسوف يتم تحريره قليلا ينضم إلينا الآن من المملكة العربية السعودية عبر الهاتف الدكتور نجيب غلاب باحث وكاتب سياسي ورئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات مساك الله بالخير مساك الله بالخير والعافية ولضيفك الكريم والمشاهدين إلى أي مدى ترون أن مقتل صالح الصماد في غارة للتحالف العربي في محاوضة الحديدة واللي كان يترأس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى الانقلابيين اللي هو ممكن كان صورة يعني محاولة لإخفاء الوجه الحقيقي لهذه العصابة الإرهابية شكل صفعة حقيقية للميليشيات الحوثية هو صحيح هذا مكتل صالح الصماد لم يكن فقط الصدمة للحركة الحوثية بل هز أركانها وبث الرأب داخلها واستهداف الرجل الثاني والمسؤول التنفيذي الأول في إدارة السلطة الصد والهدمة الحوثية ضربة قوية وزعزعت يعني أمن الحوثية ووضعتها يعني وضع تمكن التحالف من وضع الحوثية أمام تحدي كبير جدا وأصبح خطر استهداف القيادات ضمن الأجندات لتفكيك هذه الحركة الحركة ظلت في مأمن لم نتمكن خلال الفترات الماضية من اختراق صفوفها لكن يبدو أن التحولات والقدرات الاستخباراتية للتحالف والشرعية وقوات المقاومة تمكنت من التغلغل ومن الوصول إلى المراكز الأساسية للحركة الحوثية وليس استهداف صالح الصماد وبهذه العملية المتقنة إلا دليل واضح أن الحوثية أصبحت غير قادرة على لم لمس صفوفها وأصبح أمنها ضعيفا ومن الواضح أن الصراعات داخل بنيتها أيضا أصبحت كبيرة ولم يكن سابقا بالإمكان تحقيق مثل هذا الاختراق لكن هذا الصراع أيضا أوصى يعني مكن الشرعية والتحالف من التغلغل داخل الحوثية بالذات بعد الثاني من ديسمبر جماعة صالح أيضا كان لها دور في إضعاف هذه الحركة واختراقها كان هناك جهاز ضخم أغلب كان تابع لصالح هذا الجهاز بعد قتل صالح وبعد العمليات التي قامت بها الحوثية ضد المؤتمر وضد التكوينات الاجتماعية المختلفة معها وحتى المتحالفة معها كل ذلك يعني مكن التحالف والشرعية من تحقيق انتصارات ليس فقط في استهداف الصماد بل هناك اختراقات كبيرة في أغلب الجبهات وبالذات جبهة صعدة دكتور الصماد بنتحدث عن هذه النقطة ولكن يعني كيف تقرؤون تزامن مقتل الصماد والخسائر الفادحة للميليشيات في الساحة الغربي وكذلك هل تم الإعلان عن شخصيات أخرى يعني ربما يكون تم استهدافها مع الصماد نعم هناك تحولات كبيرة ومتغيرات جذرية في قوة الجيش الوطني والمقاومة الوطنية في صعدة والصاحل الغربي وفي الجبهات الأخرى لكن المدخل الجديد وحسب تصوري أنه سيحدث تحول كبير في إدارة المعركة هو دخول المقاومة الوطنية أو ما يسمى بحراس الجمهورية بقيادة طارق محمد عبدالله صالح هذه الكتلة الجديدة والوطنية التحمت بالمقاومة التهامية وبالتحالف العربي ودشنت عملياتها في 19 أبريل وهو نفس اليوم الذي تم فيه اغتيال أو قتل الصالح الصماد هناك متحولات جديدة وكبيرة أيضا إدارة المعارك في صعدة عبر محاور أربع محاور يمثل ضغط كبير باتجاه مران وهي المركز الأساسي للحركة الحوثية تحرير صعدة والساحل الغربي سيكون هو الضرب القاصمة في المرحلة القادمة ونعتقد أنه حتى دائرة الاستهداف للقيادات الحوثية ستستمر بالذات أن هناك مكافآت كبيرة يعني بملايين الدولارات وأصبحت الجماعة الحوثية هناك أطراف داخلها تبحث عن مأمن وتحاول أن تنقذ نفسها وهناك أيضا شبكات متعددة من المغامرين بدأوا يشتغلوا في هذا الجانب وبالتالي أعتقد أن صائد الأموال اليوم يحيطون بهذه القيادات الحوثية وربما تتوسع دائرة الاستهداف في المرحلة القادمة دكتور نجيب ابقى معي يعني بنعود إليك دكتور سالم إذا تحدثنا عن الأهمية الاستراتيجية للساحل الغربي ما هي هذا يعني أهمية الساحل الغربي خصوصا أن جميع الإمدادات الإيرانية تدخل إلى الحوثيين عن طريق هذا الساحل هي تدخل كما ذكرت سابقا عن طريق ميناء ميدي ميناء ميدي كان مخصص لتهريب صورة أساسية الأسلحة الإيرانية والخدمات اللوجستية التي يحتاجها الحوثيين ولكن تم استعادة ميناء ميدي والآن كما ذكرت ماذا عن ميناء الحديدة حديدة هو الشريان هو الشريان ميناء الحديدة للحوثيين وكذلك لديهم بضعة موانئ صغيرة وكذلك هم يسيطرون على بعض المناطق الريفية ويقوم بجباية الضرائب ويقوم بفرض الجندية على الأطفال يعني يستخدمون حتى وحتى المساعدات الدولية المساعدات الدولية نعم المساعدات الدولية فالآن الأمر اللوجستي في هذا أن ميناء الحديدة إذا ما اكتمل السيطرة على كامل الساحل الغربي فإن الحوثيين سوف يكونوا محاصرين في معقالهم في صحدة وفي صنعة وهذا يعيد التاريخ يعني لم يعني في السابق عندما كان الخلاف بين الملكية والجمهورية قطع الساحل الغربي أدى إلى سقوط الملكية بالضبط خلنا نرجع إلى الدكتور نجيب خل الغلاب أستاذ دكتور نجيب يبدو أنه مجاهز دكتور نجيب خلني أسألك اليوم عن نسعى لهذا التقدم الكبير للمقاومة اليمنية يعني ما هي الدلالات لهذا التقدم الكبير للمقاومة اليمنية وجود رغبة لدى الشعب اليمني بضرورة القضاء على هذه الثلة المجرمة غير عن هذا أن عدد المنخرطين في الجيش الشرعي اليمني قد زاد بقوة وهم على فكرة على ثقة كبيرة بالقوات المسلحة لدولة الإمارات وقوات التحالف الذين يدعمون الجيش الشرعي اليمني بينما نجد هناك هروب هناك انكسار من جماعة الحوثي هناك نوع من الانهيار يعني المعنويات الحوثيين أصبحت في انهيار تام فبعكس جماعة الجيش الشرعي اليمني الذي قاموا ينخرطون ويريدون أن انخرط في الجيش لتحرير بلدهم من قبضة الحوثيين دعنا نعود إلى المملكة العربية السعودية والدكتور نجيب غلاب دكتور نجيب بالعودة إلى صعدة واقتراب تحريرها إلى أي مدى سيقطع تحرير صعدة الامدادات الإيرانية للميلاسيات الحوثية ربما أهم المراكز الأساسية للحوثية ربما أكثر من صنعة نفسها هي صعدة لأنها المركز الذي انطلقت منه الحركة الحوثية وعبر التاريخ ظلت صعدة مركز أساسي لتصدير الكهنوت السياسي صعدة أيضا هي مركز العمليات التي يتواجد فيها حزب الله والحرس التوري وما زال عبد الملك الحوثي يدير الحركة ويدير سلطة الصد والهدم من صعدة ما زال الصعدة هي المركز الأساس وبالتالي عمل تحرير صعدة وسيقود حتما إلى تحرير صنعة وإلى تحرير المحيطة القبلي كله سيضعف الحركة الحوثية بكافة مفاصلها حتى الشبكات الحوثية المتعدة نعم عفوا دكتور نجيب حديثك هذا يقودني إلى السؤال عن أهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة يعني هي ربما لها أهمية استراتيجية ممكن مش كبيرة لكن لها ربما يعني أهمية من الناحية المذهبية ربما أو من الناحية القبلية لو تركز على هذه النقطة هو صحيح التركيبة الصعدة فيها التركيبة الحوثية السلالية أغلب العائلات السلالية لديها فروع داخل صعدة موجودة فيها أيضا تركيبة خولان بن عامر وهذه القبيلة ظلت لفترات طويلة تسند الحركة تسند مشروع الإمامة ليس كل القبيلة وإنما هناك عائلات محددة ولكن مع الحركة الحوثية وسيطرتها على صعدة استطاعت أن تستولي على القبيلة بقية الأحرار خرجوا من بلادهم أو هجروا من رفض أن يتعاون مع الحركة الحوثية قوة الحركة الحوثية أن لديها حلقات وصل وارتباطات بكثير من المحافظات باتجاه عمران وصولا إلى صنعة باتجاه الجوف وأيضا باتجاه حجة وميدي وهذا يمكنها أيضا بالتواصل مع الساحل الغربي وظلت صعدة عبر تاريخ الآئمة من أهم المراكز لتصدير الكهنوت السياسي وفي الوقت الحالي تأتي أيضا الأهمية صعدة بالنسبة للإيرانيين بأنها تريد أن تحولها إلى معسكر في خاصرة المملكة العربية السعودية وتحولها إلى منطقة لأطلاق الصواريخ وضرب القذائف ومحاولة تعبئة هذه المنطقة مع تعبئة المحيطة القبلي وتحولهم إلى معسكر لإدارة صراعات إيران باتجاه السعودية دكتور نجيب هل برأيكم الجيش الوطني والمقاومة اليمنية اليوم باتوا قادرين على حسم المعركة لصالح الشرعية؟ مع قوة الجيش الوطني مراكمة لدينا أعداد هائلة خلال ثلاث سنوات تنامت الخبرة والتجربة في الفترة الأخيرة انضمت قوات المقاومة الوطنية وهذه القوات جزء منها كان متحالف مع الحركة الحوثية أو كان في البيت رافض لهذا الصراع وبجرد أن حصلت انتفاضة الثاني من ديسمبر بدأت تتشكل ألوية هناك ألوية كثيرة موجودة موجودة في مارب موجودة في صعدة موجودة في الساحل الغربي شمالا والقوات التهامية بمعنى اليوم الجنوب أغلب كله محرر والأمن فيه ثابت والمناطق المحررة يتم تطبيع الأوضاع فيها أي تقدم للجيش الوطني والمقاومة الوطنية يصبح أرض ناجزة لا تستطيع الحوثية أن تتقدم بعد ذلك أصبحت الحوثية في موقع الدفاع لكن دكتور عفوال دكتور إذا تم تحرير صعدة ماذا بعد ذلك هل سيكون ذلك منطلقا لتحرير باقي محافظات اليمن أنا أعتقد أن هناك محورين أساسيين يعني التركيز عليها اليوم واضح هو الصعدة والساحل الغربي باتجاه الحديدة ولدينا أيضا ضغط على الحوثية من جبهة نهم وصروح لكن تحرير صعدة والضغط عليها صحيح أنه هناك بسبب عورة الأرض لكن يعني مجرد أن يكون هناك ضغط عسكري كبير باتجاه مران والضغط في المديريات الأخرى باقم ورازح والمديريات الأخرى وهناك قوات عسكرية موجودة هذا بحد ذاته يشكل عامل ضغط كبير يضعف الحركة الحوثية ويجعل كثير من الأطراف التي راهنت على الحوثية بالذات في المحيط القبلي حتى بعض القوة الهاشمية يصلوا إلى قناعة أن استمرار هذا الحركة أصبح صعبا إن لم يكن شبه مستحيل وهذا سيجعل الحركة الحوثية اليوم محاصرة لكن سيزيد من حصارها وهذا ربما يؤدي إلى استسلامها إن لم نصل إلى هزيمة تامة قاصمة الدكتور نجيب غلاب الباحث والكاتب السياسي ورئيس منتج الجزيرة العربية للدراسات يعني نشكرك كل الشكر على تواجهك معنا كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الرياض دكتور سالم ما هي أولويات قوات التحالف بعد تحرير صعدة؟ طبعا إذا الصعدة تعتبر كما قال الضيف أنها رأس الأفعى إذا تم القضاء على الصعدة إذن الطريق نحو صنعاء مختصرا للغاية بمعنى أن سوف تكون نهاية الحوثي وهذه أثلة الهمجية التي بعثتها إيران إنه لأمر بفعلا مؤسف أن تنجح إيران في تسييس الدين وأوهام هؤلاء الحوثيين أنهم من الشيعة وأود أن أشير هنا أننا نحن في مركز المزنة قمنا بفضح السياسة الإيرانية ونحن بصدد إطلاق موسوعة دولية شاملة وتتحدث عن أساليب إيران في تشييع الدول على مستوى الدول العالمية وهذا كان بعد إطلاقكم للموسوعة الأخوان المسلمين نعم أطلقنا العام الماضي الموسوعة الدولية للأخوان المسلمين وهي تغطي الحركة الأخوانية على مستوى العالم نحن مهتمين جدا في الخطر الإيراني وخطر التشيع وإلى آخر منه نعم دكتور سالم حميد رئيس مركز المزمال الدراسات والبحوث أشهدك كل الشكر على تواجدك اليوم معنا في برنامج بالإماراتي حياك الله يسلمك الحلقة انتهت أعزائي المشاهدين واللقاء يتجدد يوم الثلاثاء القادم في لفس التوقيت إلى اللقاء اشتركوا في القناة